توجر رئيس مجلس دارة بنك الاتحاد عصام سلفيتي ورئيس التنفيذية للبنك نادي السعيد شركة كون الفائزة بجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسط البالغة قيمتها 50 ألف دينار واتقدمت 160 شركة للتنافس على جائزة البنك في نسختها السابعة وصلت منها 5 شركات أردنية للمرحلة الأخيرة في حين قامت لجنة تحكيم مستقلة ومن خلال معايير التعنى بالتكيف والتعافي الاقتصادي والمؤشرات المالية للشركة والاستدامة البيئية باختيار شركة كون للحصول على الجائزة والتي تعمل على تمكين العميل من تملك منزل أكثر استدامة من خلال التكنولوجيا وتأتي الجائزة هذا العام لتسليط الضوء على الشركات التي أثبتت قدرتها على خلق فرص من التحديات التي حملتها جائحة كورونا نحن ببنك الاتحاد دائماً بنوخذ على عاتقنا دعم قطاع القطاعات الأعمال دعم الريادة ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وكمان بدي من خلال هالإفنت اليوم وهالجائزة اليوم أن أقول لكل الرياديين ولكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه نحن عندنا قدرات كبيرة ومنقدر نعمل تأثير إيجابة كتير وأنه الأردن مليئة بالنجاحات وأنه كل هدول الشركات بيقدروا يعملوا إنجاز كبير وينطلقوا من الأردن للإقليم والعالمية كمان الجائزة هاي يعني مهمة كتير لإلنا لأنها مثل المتفضلاتي جائزة معنوية ومش بس مادية بتحسسنا بالنجاح وبتحسسنا قديش الناس دعميتنا وشايفيتنا طبعاً بحب أشكر دائماً كل الناس اللي بدعمونا من العملاء والزبائن اللي اشتروا منا من مستثمريننا من أهلينا وصحابنا وأهم شي بدي أشكر فريقكم العظيم اللي بيشتغل ليلة نهار حتى يحقق هذا الشغل ترجمة نانسي قنقر